انتفاضة تشرين في مطلع الشهر الماضي ضد النظام الفاسد في العراق فحسب بل كانت زلزالاً هز أركان النظام الإيراني الذي تطاول كثيراً حتى ظن أن الشعب العراقي أصبح طوع أمره لكن صائقة الانتفاضة التي أصابته بمقتل جعلته يعيد حساباته مخططات إيران طوال سنين الماضية لإخضاع العراقيين ذهبت أدراج الرياح فلم تعد تنطلي عليهم أكاذب حماية المذهب أو الركون إلى ولاية الفقيه فقد بات واضحاً للجميع أن العمائم في طهران تؤسس للإمبراطورية الفارسية بثوب الدين لكن حقيقة وعي المتظاهرين لا يحجبها غربال المكر والخداع فضربوا هالة القدسية المزيفة بأحذيتهم وكسروا الأصنام بوطنيتهم وانتمائهم للعراق إيران وعلى لسان مرشدها علي الخامنئي وصفت المتظاهرين بالمشاغبين والعملاء بخروجهم على السلطة وبحسب صحيفة الاندبندنت فإن خطاب خامنئي يحمل على الاعتقاد بارتفاع منسوب القلق لدى طهران مما يشهده العراق فأمرت أذنابها بقمع التظاهرات فقتلت المئات وجرحت واعتقلت الآلاف في مشهد مخزن لحكومة تقتل شعبها بدوره اتهم القنصل الإيراني في محافظة كربلا مير مسعود حسينيان اتهم تظاهرات العراق بأنها غير شرعية وغير قانونية وهو ما عده مراقبون بأنه ضوء أخضر إيراني لقمع التظاهرات وإن بالقوة وهذا ما أكدته وكالة أسيوشيتي دي بريس التي كشفت عن حضور قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني اجتماعا أمنيا في العراق تعهد خلاله بقمع التظاهرات لكنه فشل حتى الآن فيما أكدت الوكالة أن طهران تخسر نفوذها في العراق من جانبها أكدت المفاوضية السمية لحقوق الإنسان الأممية أن ضحايا التظاهرات المستمرة في العراق سقطوا من جراء الاستخدام المتعمد للقوات الحكومية وعناصر الميليشيات الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيلة لدموع ضد المتظاهرين وأشارت منظمة العفو الدولية أن قنابل الغاز الفتاكة التي تستخدمها القوات الحكومية في العراق ضد المتظاهرين السلميين مصدرها من إيران طهران ووكلاؤها في العراق يحاولون القضاء على انتفاضة تشرين بكل ما أوتوا من قوة فقد أشارت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى ما وصفته بنمط بشع للقتل ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إنهاء تقديم المساعدة إلى الوحدات المتورطة في هذه الانتهاكات الخطيرة في العراق ترجمة نانسي قنقر